حانت ساعة الحقيقة تحالف لتقويض الشرعية وليس للسعادتها الحقيقة التي ظلت طوال السنوات الماضية محل جدل كبير داخل اليمن وخارجه حسمتها المقاتلات الجوية التي استهدفت قوات الجيش في مداخل عدن وابيان واعترفت الإمارات رسميا بها وهو ما عاد الواجهة سلسلة الضربات الجوية السابقة للتحالف والتي دائما ما كانت توصف بالخاطئة كادت قوات الجيش أن تسيطر على عدن وتحررها من ميليشيا المجلس الانتقالي لو لا تدخل الإمارات التي شنت قصفا جويا على مواقع للجيش في محيط عدن وفي محافظة أبيان ما أدى إلى استشهاد وإصابة 300 جندي وكان من اللافت أن أبو ظبي وصفت في بيان لها الجيش بالميليشيا الإرهابية معتبرة ما قامت به دفاعا عن النفس ضد ما اسمته تهديد قوات التحالف الضربات الأخيرة المتعمدة والمعترف بها إماراتيا ضد الجيش فتحت سيرة ضربات سابقة كانت توصف بالخاطئة والتي افتتحت عهدها في مايو 2015 أي بعد شهر من بدي العاصفة بشن غارة جوية على المقاومة بعدا تلتها غارة ثانية في يوليو من نفس العام استهدفت مقر اللواء 23 ميكا في منطقة العبر بمحافظة حضرموت والتي استشهد فيها العميد أحمد الأبارة في يونيو 2016 شن التحالف غارتين متتاليتين على وحدات للجيش في المتون بالجوف وصرواح غربي مارب وفي يوليو 2017 ضربة جوية على جنود بجبل الشبكة بصعدة وفي نوفمبر من نفس العام استهدف التحالف موقعا عسكرية للجيش في منطقة العروس بتعز فضلا عن ضربات أخرى في نهم بصنعاه الضربة الجوية الأخيرة جعلت الرئيس هادي يخرج عن صمته ويتهم الإمارات بالسعي لتقسيم اليمن مطالبا المملكة السعودية بتدخل وموجها الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة والتي بدأت بتوجيه طلب رسمي إلى مجلس الأمن لعقد جلسة صارية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر